اسقطت القاضية مارلي مارلو سومر من المحكمة في نيو مكسيكو تهمة القتل بسبب الإهمال الموجهة ضد الممثل إليك بالدوين في قضية مقتل المصورة السينمائية هلينا هاتشينز أثناء تصوير فيلمه راست في عام 2021 وبذلك تصل القضية إلى نهاية ثلاث سنوات من المرافعات القانونية وقررت القاضيين الإدعاء ارتكب أخطاء في التعامل مع الأدلة التي يزعم أنها أثرت على ملف القضية وأمرت برفض المحاكمة وإسقاط التهم الموجهة إلى بالدوين كما هو مذكور وقالت القاضية في توضيح قرارها ليس لدى المحكمة طريقة لإصلاح الضرر النجم عن الدعوة ومع اتخاذ القرار شهد بالدوين وهو ينهار بالبكاء وغادر دون التحدث إلى الصحفيين ويشار إلى أن بالدوين كان الممثل الرئيسي والمنتج المسؤول عن فيلم راست وأثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم أطلق النار من مسدس كان محشوا برصاصة حية دون قصد وأصيبت هاتشينز بها وتوفيت لاحقا جراء الإصابة القاتلة كما أصيب المخرج جويل سوزا أيضا وأدينت صانعة الأسلحة هانا جوتيرز ريد التي كانت مسؤولة عن الأسلحة في الفيلم بعد استبدال الرصاص الوهمي بالذخيرة الحية في السلاح عن طريق الخطأ وحكم عليها بالسجن لمدة نقصها ثمانية عشر شهرانا قد تطلب خطوطا بسجنز من الحيث قد تتخلق خطوطا بسجنز بخطوطا بداية شخص فرينتا قتل خطوطا بتقول الحياة أسفل قد تطلب خطوطا بداية قد أحتاج إلى التعليم boil ترجمة نانسي قنقر